بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطهرين اليوم رح نتكلم بالحلقة الرابعة عن سلسلة تعليم البوليمورات ورح نتكلم بشكل مبسط عن البلمورات التكثيفية إذا نذكر بالحلقة الثانية تكلمنا عن تصنيفات البوليمور فواحد من التصنيفات كان حسب طريقة البلمورة وقلنا ممكن يصنف إلى قسميا أساسيا هو الأدشن بوليمورز اللي يعتمد على وجود مونومورات تمتلك آسرة مزدوجة والنوع الآخر هو الكوندنسيشن بوليمورز اللي تعتمد على وجود مونومورات تمتلك مجموعتين فعالة فعادة إذا في حالة تحضير البوليمورات الخيطية لازم المونومورات تمتلك مجموعتين فعالة فقط هذا مثل البولي إثر على سبيل المثال لكن إذا امتلكت أحد المونومورات ثلاث مجامع فعالة فممكن أن يتحول لي إلى بوليمورات متشابكة تكون ثلاثية الأبعاد مثل ما نشوفها هناك فأنا عندي داي كاربوكسيلك أسد حامض كاربوكسيلي ثنائي مع داي أول ثنائي كحول فرح ينطيني خيطي ولكن لما أضيف لهم الغليسرين بثلاث مجامع هيدروكسيل فرح ممكن أن يسوي لي عملية تشابك بحيث ينطيني بوليمور متشابك القصائص المهمة لي في هذه المونومورات تختفي بالمرحلة الأولى من التفاعل يعني بعد 10 دقائق من التفاعل رح يختفي معدي مونومور شم اللي رح يصير؟ المونومور رح يتفاعل مع مونومور آخر فيتكون ما نسميه بالدايمور بعدين الدايمور يتفاعل مع مونومور آخر رح ينطيني ما نسميه بالترايمور وهكذا فمن بداية التفاعل المونومورات كلها رح تتفاعل مع بعضها بحيث تتكون عندي داي مورات ترايمورات تترايمورات تترايمور رباعية خماسية بعدين الأبو الثنين داي مور يتفاعل مع الثلاثة ترايمور حتى ينطيني خماسي خمس مونومورات به وهكذا تبدي تتكون مجموعة من السلاسل البوليمورية مثلا هنا ثلاثة مع أربع مونيمرات متحدين راح ينطيني ما نسميه بالهيبتامورين هنا أو نطلقه بعد قلنا إذا عدنا نذكر بالحلقة الثانية قلنا اللي يكون السلاسل اللي تكون وزينها جزائي واطئ الريبيتنج يونت هذه كل وحدة سميناها وحدة بنائية الآن بالبوليمور فاللي تكون عداد الريبيتنج بونيمر مالتها تكون قليلة فنسميه بالمطلق هو الأوليغومور متعدد المرات متعدد الوحدات المر هي وحدة فأوليغومور هو متعدد الوحدات بنهاية التفاعل راح تخلص أيضا هذه لأنه الدايمور قلنا راح يتفاعل وهي ترايمور ترايمور وهي هذا وهكذا بحيث نوصل إلى الوزن الجزائي العالي في نهاية عملية البلمرة إذن الميزة الأولى في البلمرة التكثيفية أن المونيمرات تختفي الطاق من التفاعل بالمراحل الأولى من التفاعل من اسم البلمرة أنه تسمى البلمرة التكثيفية بسبب أنه التفاعلات تضمن أو ترافقها تكثف جزيئات صغيرة على سبيل المثال هذا داي أول كحول ثنائي مع حامض كاربوكسيدي وهذا تفاعل شفنا يمكن بالحلقة الثانية فنشوف أنه حتى يصير تفاعل بيناتهم ويرتبطون لازم تفقد جزيئة موي فهذه هنا جزيئة الموي نسميها تكثفت جزيئة موي وطلعت حتى يصير عندي ربط بين مونيمر الكحول مع المونيمر الحامض الكاربوكسيدي مثلا هنا تفاعل بين داي كاربوكسيليك أسد مع الداي أمين الأمين الثنائي والكاربوكسيلي الثنائي حتى أكون هنا طبعا بولي إستر يتكون لأنه تكونت عندي مجموعة الإستر هنا رح يتكون عندي البولي أمايد لما يتفاعل الكاربوكسيليك أسد مع الأنجته فرح تطلع أيضا جزيئة موي تتكثف عندي جزيئة موي مثل ما نشوف هنا فتتكثف جزيئة صغيرة حتى يرتبط يصير ارتباط بين مجموعة الكاربونيل مع الـ N-H مكون لـ C-O-N-H اللي هو الأمايد بالحقيقة هذا التفاعل رح نشوفه لاحقا أنه يفضل بدل ما نستخدم كاربوكسيليك أسد مع الأمين مستخدم الأسد هلايد اللي هو C-O-C-L تفاعله يكون أسرع مع الأمينات فرح يطلع لي H-C-L هنا بدل ما يطلع لي جزيئة موي رح تتكثف لي جزيئة H-C-L إذن دائما أغلب التفاعلات في البلمرة التكثيفية ترافق تفاعلات تكثف جزيئة صغيرة الحالة الشهادة الوحيدة بهذه هو بالمرة اليورثيان البوليورثيان اللي هو هذا التركيب مالتي يمتلك المجموعة الرابطة هذه ال-N-H-C-O-O رح يتفاعل من مركبات ال-Di-Isocyonate لازم عندي مجموعتين ال-Di-Isocyonate مع الكحولات ال-Diolat فرح يطلع لي H-C-O-O ما رح ينفقد عندي أي جزيئة صغيرة فهذه حالة الشهادة الوحيدة تقريبا في البلمرة التكثيفية معظم التفاعلات في البلمرة التكثيفية تكون عكوسة يعني دائما نكتب خطين بهالشكل هذا لذلك هنا الحصيلة مالتها رح تكون مو عالية فمن خبرتنا بالكيمياء العضوية أنه حتى نزيح التفاعل نحو جيئة اليمين حتى أحصل البوليور بحصيلة أكبر لازم أما أزيد نسبة واحدة من هذه المكونات أو أشيل أو أحذف أو أسحب الجزيئة الصغيرة اللي تتكثف عندي اللي مثل هنا بالبوليسترات جزيئة المواي في تفاعلات بعض التفاعلات اللي يطلع عندي مثلا الـ HCL مثل ما شفنا بالسلايج السابق ممكن يضيفون بيريدين فيقتنص الـ HCL فيزيح التفاعل بإتجاه اليمين حتى يتكون لحاصل أكبر من البوليمور ونكسر بحالة التفاعل العكوس عادة الميزة الجدا المهمة بالمر التكثيفية أنه تنتاز بتكوين مجاميع رابطة شين هي المجموعة الرابطة؟ هنا لما نشوف أنه حمض الكاربوكسيلي مع الأمين مثل ما شفنا قبل شوية حتى نكون البوليامايد رح تنفقد جزيئة موايد ويصير ارتباط C.O مع الـ NH هذه المجموعة نسميها المجموعة الرابطة ربطت بين المونو مورين نسميها المجمورة الرابطة إهنان لأنه هي أم وايد فراح نسمي البوليومور كلا بإسم المجموعة الرابطة فنسميه بوليامايد هذا التفاعل اللي أخذنا قبل شوية التفاعل الـ Dieol مع الكاربوكسيلي كسر طلع عندي جزيئة موايد لكن شونه تكونت عندي هنا تكونت عندي مجموعة O C.O فصارت مجموعة الربط بين المونو مورين نسميها مجموعة أسترية وعلى الأساس نسمي البوليمور كلاب البولي إستر هذا الجدول يوضح لي أغلب أنواع البوليمورات التكثيفية فلما مثل ما شفنا البولي أمايد لازم يكون عندي مجموعة الأمايد اللي هي الانكياج مالتي NHCO المجموعة الرابطة وهذا نموذج من التفاعلات مالتها البروتينات أيضا هي عبارة تتكون من البيبتيدات اللي هي أمايدية فأيضا المجموعة الرابطة هي الانكياج سي دابل بوند أو البولي إستر مثل ما شفنا مجموعة الرابطة سي دابل بوند أو أو لذلك نسمي البوليمورات كلها بالبوليمورتسر يعني هذا لأنه مجموعة أمايد سمينا بالبولي أمايد لأنه مجموعة إستر سمينا بالبولي إستر اليورثين لأنه هاي المجموعة تسمى من مجموعة اليورثين فسمينا الصنف كلما البوليمورات مالتها اللي تمتلك هاي المجموعة الرابطة بالبوليورثين هذه مجموعة السيلوكسين فمركبات اللي هي بها السيليكونات الفينول فرمال ديهايد بالحقيقة رح تتكون عندي مجاميع CH2OH رح نجي لها بالتفصيل في حلقة خاصة لهم فالCH2OH اللي تتكون نتيجة هذا التفاعل بعدين رح يصير التفاعل بين مجموعة CH2OH مع CH2OH وتفقد جزئة ماء ويصير عندي هذا البرج فالمجموعة الرابطة هي الأروماتيك CH2 فنسميها بالفينول فرمال ديهايد لأن الأروماتيك جاي من الفينول والCH2 جاي من الفرمال ديهايد فيسمونا بالفينول فرمال ديهايد نفس الشي اليوريا فرمال ديهايد لأن جاي من اليوريا مع الفرمال ديهايد فأيضا رح يصير مجموعة رابطة هي CH2 بين المونمرات فسميناها باليوريا فرمال ديهايد الميلامين هذا الميلامين ميلامين فرمال ديهايد وهذه طبعا من أكثر المركبات اللي تستخدم بالتصنيع القابلوات والمواد العازلة وغيرها البوليسالفايد لما يكون عندي الأس هو المجموعة الرابطة فنسمي بالبوليسالفايد هو التفاعل مثل الدايكلورو AR موجود بمجموعة 2NCL مع الNA2S راح يطيني الـ S كرابط بين المونومورين فراح يطيني نسمي بالبوليسالفايد والبوليسالفايد لما يتفاعل عندي الكحول مع الألديهايدات فراح يطيني ما نسميه بالبوليسالفايد لأن هاي المجموعة اللي راح تتكون اللي هي هاي OCHRO هاي المجموعة نسميها مجموعة الأسيتال فالبوليمر اللي تتكون أو هذا الصف من البوليمرات اللي تتكون كله نسميه بالبوليسالفايد شكرا جزيلا وإن شاء الله نلتقي بيكم بالحق